في إطار حملة السلامة الطرقية على خط موكشوط الهاجة التي أشرف على إطلاقها من مدينة الهاجة وتابع الوزير الأول بنقطة الدراك الوطني بالبلدية شروحا مفصلة حول تنفيذ الخطة الوطنية للسلامة الطرقية تأكيدا على الأهمية التي تليها الدولة لنشر ثقافة السلامة الطرقية ومواكبة للجهود المبذولة من طرف الحكومة في المجال وصل الوزير الأول سيد اسماعيل البدو للشخصية إلى بلد تياق شرقي تتابع لمقاطعة ألق حيث نظم له سكان المنطقة لاستقبالا شعبيا عبروا من خلاله عن تذمينهم للخطوات الجبارة التي قطعتها الثورة مؤخرا نحو المنزل من رقي ورغا للمواطنين جمعا ولسكان الداخلي خاصة الوزير الأول أعطى من عين المكان إشارة العمل في الميدان لانطلاقة الحملة التحسيح حول السلامة الطرقية التي تهدف في الأساس إلى تخص حيز من الزمن لتوجيه السائقين وتعبئتهم وتثقيفهم حول الأسباب المتعددة وراء ارتفاع نسبة حوادث السير في البلاد وضورت التحلي بشيء من الرزانة واليقظة والحذر أثناء قيادة السيارة في الأماكن العومية وعلى الخطوط الطويلة كطريق الأمل التي شهدت مختلف محاورها عبر الزمن حوادث تعد بالألاف كانت سببا في وفيات عدد كبيرة من سالك هذا الطريق ولأن الحملة تدخل في إطار برنامج متعدد الجهات حرص الوزر الأول سيد اسماعيل البدو للشيخ سيدية على معاينة ما تم رصده من إمكانيات مادية ولوجستية ومن مختلف القطاعات لإنجاح هذه الحملة التي تراهن عليها الدولة كثيرا في تقليص الأرقام المسجلة سلفا عند السلطات الأمنية والعسكرية ولد الإدارات والمصالح المعنية بالسلامة الطرقية وبين القطاع والآخر كان الوزر الأول يتابع الشروح والمعطيات حول طبيعة ونوعية عمل كل فرقة على حدة والحي الزمني والمكاني المخاصص لهذه الحملة التي يعاول عليها المنظمون كثيرا في نجاحها على تجاوب المواطنين وتعاطيهم مع الفرق الميدانية التي ستواكب يوميات الحملة تكريسا للسلامة الطرقية هذا ويمثل انطلاق الحملة التحسي السياح حول